وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية المحلل والسياسي العسكري أيضاً السوري سيد أديب العليوي أهلا بكم سيد أديب بداية بعد اعتراف ستيفان ديمستورا في مجلس الأمن أن التصعيد العسكري يقوض جهود التوصل إلى حل سياسي للصراع ما المنظر من المجتمع أو من عفوة ما المنتظر من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد نعم تعيتي لكم تعيتي للمشاهدي الكرام يعني حقيقة الأمم المتحدة وقوانينها وقراراتها لم يعد معولاً عليها شيء طالما أن الغوطة محاطرة من أكثر من خمس سنوات لا تستطيع الأمم المتحدة إدخال يعني قطرة ماء أو عرب الدوائلة إلى الأطفال الذين يموتون أمام مرأة أو مشهد من العالم بأكمله وينتظرون من من يستطيع الضغط على النظام السوري ليتم إدخال المساعدة إلى هنا أو هناك يعني دعني أقول أنها حقيقة أصبحت لعبة ممدودة ومؤسفة ومزعجة جداً من خلال تعطيل قوانين الأمم وأنظمتها على ما يحصل في سوريا وعلى مرأة ومسمع منهم طبعاً هذا بصوفة شديدة من خلال الضغط الروسي الذي تقوم به ومن خلال اللعبة الحقيقة القانونية الدولية التي تلعب والولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا الولايات المتحدة الأمريكية تعتبرها روسيا بأن دخولها إلى سوريا غير شرعي وهي تقول أنها جاءت محاربة الإرهاب روسيا تقول أنها دخلت بشكل شرعي وأنها أيضاً جاءت تحارب الإرهاب وفي الحالتين هي حقيقة كذبة كبرى الطرفين لم يأتوا لمحاربة الإرهاب بل أتوا وأتوا معهم الإرهاب من أجل تدمير سوريا ومن أجل احتيال سوريا سيد أديب في نفس الجلسة قال ديمستورا أنه يعقد مشاورات مع كل الأطراف المعنية لدفع عملية جنيف للأمام إلى أي مدى ترى أن أطراف النزاع مستعدون لهذه الجولة في ظل المجازر المستمرة في المناطق المحررة سيد الكريم حتى الآن بالنسبة للثورة والمعارضة تقرب بما جاء بجنيف لكن حقيقة النظام حتى هذه اللحظة يرفض يرفض جنيف واحد حتى أنه يرفض مخرجات سوتي بعد أن طبل وزمر لا في بداية الاجتماع سوتي بالرغم أننا لا نتوافق على سوتي يعني نحن كمعارضة لم نجد أن سوتي هو الحل الحقيقي ولكن ومع ذلك النظام الذي طبل وزمر لسوتي الآن يرفض سوتي ويرفض مخرجات سوتي طيب ما بالك بجنيف واحد وما بالك بالـ 2254 وبالتالي أعتقد أن النظام هو حتى الآن يعني لم يوافق على لا سوتي ولا على جنيف ولا على 2254 وبالتالي النظام لا يقبل لا هو ولا الروس حتى هذه اللحظة أي شيء أو أي مخرج سياسي يعني من مخرجات ما جاء بـ 2254 وهو هيئة حكم سياسي ليس لمشار الأسد وجودا فيها وليس له أي صلاحيات أو تواجد في المرحلة المقبلة وبالتالي هو يرفض رفض قاطع هذه الفكرة من أساسها هو يعتمد فقط على أن يكون هناك حيئة حكم كما يسمونها وليس حكم انتقالي ولكن حيئة حكم وطني كما هو سيدا ديب هناك من يرى أن لقاء وزير الخارجي الأمريكي بوفد من الهيئة العلية للمنفوضات في عمان يوحي بعودة أمريكية إلى الملف السوري إلى أي مدى تستفيد المعارضة من هذه العودة فيما لو تمت؟ الحقيقة العودة الأمريكية إلى الملف السوري يعني هي عودة حقيقة أنا برأيها هي عودة غير محمودة روسيا تقول بأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية تعني تقسيم سورية ولكن في الحقيقة هو أمران أحلىهم ومروا يعني بمعنى ليس حبا أو مساندة للثورة أو مساندة للشعب السوري الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لمصالحها لضمان مصالحها ومصالحها من إسرائيل أيضا وروسيا وجودها هو لمصالحها وضمان مصالحها الخاصة وبالتالي أنا أقول الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى روسيا كلهم متفقين استراتيجيا مختلفين تكتيكيا كلهم يريد قتل السوريين لكن بطرق مختلفة وبالتالي أنا أقول يعني روسيا والولايات المتحدة الأمريكية دولتي احتلال إضافة إلى إيران هم دولتي احتلال لسوريا وهم يتقاصمون الكعكة السورية كما يشعون والاختلاف على القسمة وليس على شيئا آخر كنت معنا من الريحانية المحلل السياسي والعسكري السوري سيد أديب العليوي شكرا جزيلا لك